نبدأ بأوكرانيا فقد أكدت كييف إعادة ربط محطة زابوروجيا للطاقة النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية العامة بعد قطع التيار عنها بالأمس مؤكدة بأن أنظمة الأمان تعمل بصورة طبيعية يأتي هذا فيما كشف ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تحضيرات مكثفة لزيارة بعثة الوكالة لمحطة زابوروجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية في أوكرانيا أريج محمد مراسلتنا في موسكو تنضم إلينا للحديث أكثر عن الاستعدادات الجارية لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا النووية تفضل أريج نعم فضيلة تنتظر موسكو رسميا وأيضا من خلال اللجان المحلية التي دوليها في مقاطعة زابوروجيا وفي المناطق الخضعة لسيطرتها في الشرق الأوكراني بدأ زيارة مفاتيشية الوكالة الدولية ووفقا لما تحدثت به مصادر روسية رسمية فإنها تنتظر الشروع بهذه الزيارة أواخر هذا الشهر أواخر أغسطس ومطلع أيلول سبتمبر القادم وهو ما يتناغم تماما مع ما كان قد تحدث عنه الأسبوع الماضي أيضا من دوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيننا ميخايل لوليانف طبعا هذه الزيارة موسكو تعول عليها لو لم تكن تعول عليها وتعلق عليها أمالا لما كانت قد توصلت إلى نوع من التوافقات المبدئية مع دول تضع حاليا دعمها في خانة كييف في خانة السلطات في أوكرانيا التي تغيب ثقة بين موسكو وطرفها فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول المسؤول عن القصف المتكرر لهذه المحطة طبعا يدعم الموقف الروسي ويدعم الرواية الروسية ربما السيطرة الروسية على هذه المحطة فموسكو تجد نفسها في موقع لا تحتاج فيه للقيام بأي استهداف لهذه المحطة طالما أنها تسيطر عليها منذ مارس دار الماضي منذ الشروع بعمليتها تقريبا بالإضافة إلى أنها ترى في ذلك أو ترى في الموقف الأوكراني محاولة لابتزازها وليستعادة هذه المواقع من القبضة الروسية ومن قبضة الموالين لها في تلك المناطق تعول موسكو إذن على هذه الزيارة المزمعة والمتوقعة لمفتشي الوكالة الدولية لأطاقة الدرية تعول على مهنية المفتشين تعول على مصداقيتهم وعلى أنهم سيوصفون وسينقلون الصور التي يجدونها في موقع هذه المحطة وفي محيطها كما هي دون أي تحوير أو تعديل خصوصا أنهم سيكونون موجودين أيضا ربما تحت ضغوط دولية معينة أشكرك أريج محمد في موسكو ترجمة نانسي قنقر شكرا